كانت في عصرنا كما أعتقد وتخلى الأثير عن المذيع الشهير أو تخلى عبد الملك العيزري عن الأثير لكن وإن غاب العيزري سيبقى صوته خالدا في سماء الإعلام اليمني بعد خمسة عقود من العمل كمذيع في إذاعة صنعاء والقانة الأولى يرحل الرجل الذي ملأ الأفق حضور وللمرة الأولى يتخلى المذيع المثابر عن جمهوره بعد مسيرة حافلة من خلال مئات البرامج التي أعدها وقدمها وتنوعت بين البرامج الثقافية والسياسية والدينية وكان أشهرها البرنامج الإذاعي مجلة الفكر والأدب الذي تضمن قصائد للشاعر الكبير عبدالله البردوني أيها الشعب اليمني الكريم لقد تعودت في طريق حفاظك على حريتك واستقلالك المذيع الذي اتلى بيان النعي الشهير في اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي عرف بمواقفه الوطنية من خلال العمل الصحفي والإعلامي كما تتلمذ وتخرج على يديه العديد من العاملين في حقل الإعلام عانى العزري من مرض ألم به في أواخر حياته وأجرى عملية للقلب المفتوح لكن الألم ظل يلازمه ولم تكترث إليه أي حكومة أو جهة معنية في مقدمتها وزارة الإعلام يترك الرجل لدى محبيه ممن عصره غصة خانقة فقد عاش مع جمهوره داخل كل بيت فكيف لا يفعل هذا بمحبيه وهو الذي كان يصل البيوت بلا استئذان ويطل عليهم من أكثر من وسيلة بين الإذاعة والشاشة وفي التاسع عشر من ديسمبر من هذا العام توقف قلب العزري إلى الأبد ليرحل إلى ربه